موسيقى الأغوار تلك المنطقة التي باتت مستهدفة بشكل غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي فهنا الإنسان والحيوان والحجر مستهدف ولأنها كذلك سعى مركز معا التنموي والمجلس الثقافي البريطاني إلى إقامة حفل تخريج مشاركي برنامج المواطنة الفاعلة في هذه المنطقة رغم أن جزءا من المشاركين فيه هم من محافظة الخليل برعا مشروع استهدف 131 شاب وشابة من مناطق من حوالي 22 منطقة من الأغوار ومنطقة محافظة الخليل استهدف تمكين هدول الشباب لتمكينهم من ناحية مهارات التخطيط والتواصل والمهارات المختلفة في تجنيد المصادر البشرية المحلية ليدفعهم وليتمكن من المساهمة بشكل فاعل في تنمية مجتمعاتهم المحلية تجربتي في هذا البرنامج كانت تجربة كثير حلوة اللي أفكر أنه المفروض كل شباب الفلسطيني يأخذوا مثل هيك برامج بتوعيهم وبتثقفهم المواطني الفاعل هو المواطني اللي بيعرف شو فيه له حقوق وشوفي على واجبات جاه الوطن هذه المناسبة الشعبية شكلت فرصة للتطرق إلى التطورات السياسية الداخلية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياد الذي كان حاضرا في الحفل دعا حركة حماس إلى استثمار فرصة دعوة الرئيس محمود عباس إلى تحقيق المصالحة أجدد وأؤكد على دعوة حركة حماس التقاط الفرصة الخمينة التي تتيحها هذه المبادرة الأمة وأدعو كافة مكونات العمل السياسي في فلسطين من فصائل وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية كافة المناطق وكافة شراء شعبنا للانتفاف حول هذه المبادرة إذن انضمت منطقة الأغوار المستهدفة بشكل يوميا من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى المناطق الحاضنة لدعوات إنهاء الانقسام الداخلي إذن تعيش هذه المنطقة منطقة الأغوار تهويدا إسرائيليا غير مسبوق تهويد يستهدف الحجرة والشجرة والبشر وهو الأمر الذي يتطلب برأي أهالي هذه المنطقة دعما فلسطينيا على الصعود كافة من منطقة الأغوار في محافظة أريحة لتلفزيون القدس فارس المالكي